أعلن المرصد السوري المعارض مقتلوا 21 شخصا على الأقل إصابة العشرات جراء الاشتباكات والقصف على مواقع لتنظيم داعش في مدينة الرقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أضاف المرصد هو أن الاشتباكات تواصلت بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف وبين مسلحي التنظيم في المحاور الغربية والشرقية والجنوبية للمدينة كما أعلن المرصد مقتل سبعة عشر عنصر من قواته سوريا الديمقراطية في معارك الرقة هذا وقال المرصد أن القوات النظامية ومسلحين موالين لها سيطروا وبمساندة من الطيران الروسي على تلان في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة السخنة أخر معاقل تنظيم داعش في ريف محافظة حمص أضح المرصد أن القوات النظامية باتت قادرة على رصد كل تحركات التنظيم في السخنة حسنا باع سحب التنظيم لعدد من مسلحيه منها نحو منطقة جبالية في الأطراف الشمالية للسخنة أفد المرصد نقلا عن مصادر محلية أن مفاوضات بدأها وجهاء في المنطقة من أجل انسحاب باقي مسلحي التنظيم من دون قتال من السخنة لدخول القوات النظامية إليها قال المرصد السوري أن القوات النظامية قصفت منطقة المرجى في ريف العاصمة دمشق في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية أضف المرصد أن قصف القوات النظامية طلأ أطراف من حي جوبر شرق دمشق مشيرا إلى الدلاع اشتباكات بينها وبين مسلحي المعارضة في جبهتي عين ترمى وعربين في الغوطة الشرقية أيضا أعلن المرصد إصابة أربعة أشخاص جراء قصف المسلحين الأكراد المتمين لقوات سوريا ديمقراطية على مناطق لسيطرة مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا في ريف حلب الشمالي أطف المرصد أن مسلحي المعارضة والمدفعية التركية ردوا بعدة قذائف على منطقة عفرين الخضيعة لسيطرة الأكراد في المنطقة أصد توتر جراء أنباء عن قرب تنفيذ الجيش التركي لأعملية عسكرية في عفرين